السلام عليكم ساعات قليلة تفصل الأمة الإسلامية عن الاحتفال بعيد الفطر المبارك ما أصعبها من لحظات نودع فيها هذا الشهر الكريم الذي يأتي كل عام ليغمرنا بالخير والطمأنينة وراحة البال ولكن من عظمة هذا الشهر أنه يأبأ يتركنا دون أن يكمل أيامنا بسعادة سعادة أيام عيد الفطر الذي يأتي كمكافأة جميلة بعد جهد الصيام والطغاة ويأتي معه الخير والفرحة لجميع المسلمين في أنحاء العالم تذكروا أن هذه الأيام المباركة هي أيام فرحة وتهاني وتزاور وصلة رحم تزينوا أخرجوا استمتعوا مع الأهل والأحبة والأصدقاء ولا تنسوا نصيب الأيتام والفقراء والمحتاجين من فضل الله عليكم أفضل الأعمال عند الله سرور تدخله على قلبي محتاج وبسمة ترسمها على وجه الطفل عيد سعيد لكم ولأحبائكم وللأمة العربية والإسلامية وكل عيد فطر وأنتم بخير وصحة وسعادة ورضى والله يحفظكم ويحفظ عليكم ترجمة نانسي قنقر